برضو حاجة تخص العلعاب الأخرى موضوع انتخابات اتحادات الرياضية في مجموعة من الاتحادات خلاص انتخاباتها وجدولها ومبارياتها منتظم بشكل كبير عندنا مثلا يعني كرة السلة مثلا انتخاباتها خلصت وفازوا بالتسكيل المجلس والدوري شغال مفيش مشكلة خالص طيب هنيجي بعد كده دوري اتحاد زي اتحاد كرة اليد احنا الحياة الغدوات مش عايفين في انتخاباته لا بس الدوري مستمر ومنتظم فيه اتحادات لغاية الآن مش عارفين فيها انتخابات هتعمل ولا وده مأثر بالسلب على انتظام البطولة هناخد مثل لا حاصر طبعا مثل وهو اتحاد كرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة حتى فجر يوم 5-11 حتى فجر يوم 5-11 انتخابات كانت ستجرى تاني يوم ولكن جاء خطاب الساعة 2 ونص الفجر بتأجيل الانتخابات اسبوعين طب ايه القصة عشان حضركم تعرفوا القصة ان كابتن شريف الشاميرلي والاستاذة هويدا موندي جاء خطاب من الاتحاد الدولي مدعوم الاتحاد الافريقي باستبعادهم من انتخابات الاتحاد المصري يعني بتبسيط كده اتحاد دولي مش عايز هذا السناء ينزل الانتخابات لامور معينة احنا مش هنخط فيها دي مطروكة لطبعا المسؤولين في الرياضة المصر قيموه هويدا موندي او كابتن هويدا وكابتن شريف الشاميرلي او لمركز التاسيوية التحكيم الرياضي خدوا حكم بحقياتهم في خوض الانتخابات كده بقى عندنا يعني تضارب اتحاد دولي بيقولك انت ما تخشش يا اما انا مش اعترف بالانتخابات على فكرة هو ده اللي تقال كده لو دول دخلوا انا مش اعترف بالانتخابات اللي حصلوا طبعا طبعا تراما الاتحاد دولي ما اعترفش بالانتخابات بيكون فيه ازمة للمنتخب طيب الناحية التانية انت واخد حكم مركز التاسيوية التحكيم الرياضي فمن حقك جوة دولتك تنزل الانتخاباتك الموضوع شائق جدا طبعا ما يتقل لجنة اللومبية المصرية لجنة اللومبية المصرية بعتت خطاب لمدير التنفيذي للاتحاد او لللجنة المؤقتة اللي بتدير الاتحاد اجلوا الانتخابات اسبوعين طب ليه تأجل اسبوعين لاني كان تشريف الشاميرلي عشان تكافؤ الفرص الراجل كان مشغول في قضيته فما اشتغلش انتخابات والناس ما كانتش عارفة هو يخش ولا مش يخش فرحلت الانتخابات اليوم 19-11 عشان تدي فرصة لكل المتنفسين يعرضوا برنامجهم على الجميع الأمومية السؤال هنا هل هتجرى الانتخابات؟ طب حتى لو جرت الانتخابات هل اتحاد الدولة هيعترف بيها؟ انا هنا الحقيقة بطرح السؤال السؤال ده الاجابة عنده عن مسؤولين الرياضي طيب دلوقتي احنا شفنا برضو بعد التطارب في هكام بتطلع مركز ستسوق تحكيم الرياضي بتنفذ وفيه احكام بتطلع مركز ستسوق تحكيم الرياضي يقدر يفهمنا ايه القصة وإمتى ده ينفذ وإمتى ده ما ينفذ فالحقيقة فيه لبس وإحنا مش عارفين الجهة الإدارية المختصة مين بالزبط يعني مين اللي هيقدر يفصل في الأمور دي الدنيا فيها شوية لخبطة طيب إحنا إيه قصتنا في الموضوع ده إحنا ملناش يعني أي حاجة غير منتخب مصر يهمنا منتخب مصر وعشان منتخب مصر يبقى كويس لازم الدور ينتظم النهاردة الطايرة حنا بنتكلم 7 نوفمبر جدول دوري بتاع الطايرة منزلش في الوقت اللي فيه المرتبط بتاع السلة خلاص هيخلص يوم 14 أو 15 هيكون خلصها يعني فيه بطولة خلصت اليد شغال الترس الطاولة شغال هنجيب لكم أخبار كتير كل الاتحادات كتيرة شغالة طب الطايرة موقفة إيه خاصة أن احنا في آخر بطولة واخدين ثالث وعندنا ودخلنا بطولة العالم فكده عدم انتظام الدوري ده هينعكس سلبي كبير جدا عن المنتخب إيه قصة لازم تتحل ولازم أنا يعني بقول نصيحة أنه ممكن اللجنة المؤقتة تعلن انطلاق الدوري بصرف النظر عن انتخبات عامية ولا أقا خلاص يعني واللي يجي يحترم ده يعني اللي يجي يحترم تحط نظام دوري لعني احنا تأخرنا جدا اتأخرنا وهل الدور الانتخبات تعملوا بـ 19 و 11 ما حدش عارف ما ممكن انتحاد الدولي يسر على رأيي يقول لك لأ أنا رأيي كده ومش هينزلوا الانتخبات وممكن انتخبات تجرى واتحاد دولي ما اعترفش بيها طب من ماشي الدوري نشغل الدوري فطبعا دي موضوع أزمة كبيرة في كرة الطائرة وفي بعض الاتحادات عندهم بعض الأزمات دي وبعض الاتحادات زي السكواش مقال للنشاط شوية بشكل كبير يعني كان فيه بطولة الجمهورية في اسكندريها تتلاعب في السكواش آخر الشهر ده نصف الشهر ده أجلها لآخر الشهر لشهر لانتخابات فيه دربكة جمدة جدا بسبب الانتخابات والحقيقة انا مش عارف انا مش عارف يعني هل ده صح هل ده احنا ده ده عندنا عشرين اربعة عشرين دورة اللي جاي هل ده مظبوط هل هنخش في مشاكل ازاي بتاعت 2017 بتاعت الانتخابات موضوع محتاج وقفة ومحتاج المسؤولين في الرياضة يعرفوا ايه اللي هيحصل وازاي نخرج من الأزمة دي ده كان الانترو بتاعنا باختصار هنروح لأخبارنا واخبارنا تبتدي مع كرة اليد للسيدات كان عندنا مباراة مع الطيرون لعبناها مبارح